اهلا بيكو عزيلا مشاهديين وحلقة جديدة من برنامج امرأة من كوكب آخر النهاردة الحلقة كذا فقرة معي اول فقرة هنتكلم عن علاج الخوف والحزن ثاني فقرة عندنا فقرة المطبخ ونقدم النهاردة الحواوشي وبعض الكربات اول فقرة معي الخوف والحزن خص قبل ما تكلم معرف يعني ايه خوف ويعني ايه حزن واحنا ليه بنحزن حتى لو قلتل حد الوقت بلاش تحزن هيقول لي ايه مالها دي مجنونة ولا ايه يعني ايه بلاش احزن طبيعي ان انا حزن طبيعي ان انا خاف من حاجات من المستقبل بقت حاجة طبيعية عندنا من رغم ان في حاجة استوقفتني في الكرآن الكريم 14 آية او 14 موضع في الكرآن عن الخوف والحزن فجد افكر يا ربي وانا طب ما انا بخاف ساعات وساعات بحزن يعني في ايه في حاجة الخوف والحزن عايز وعي شوية وتعرف انت جاي هنا الارض ليه بتعرف ان انت جاي لاختبار يعني فيش حاجة اصلا في الدنيا كلها تستال ان انت تخاف وتحزن طب ازاي؟ هقولكو ازاي؟ في اية في الكرآن بتقول الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الاية التانية بتقول الذين قادوا ربنا الله ثم استقاموا ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون تكرار رهيب لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فما جيت وقفت في الآيات دي وآيات كثيرة 14 آية فأنا مستغربة قلت يا ربي طب أنا بساعد بخاف من حاجات بساعد بعينها كده مش مؤمنة يعني أنا كده إزاي طب ما أنا بظلي وبصوم وعارفة ربنا إزاي إزاي يعني يعني أكيد في حاجة الإيمان ده أعلى الدرجات الدرجة العالية بقى اللي هو الصح اللي احنا المفروض نطبقه على الأرض اللي هو الإسلام زي أنا بيقول يعني إيه إسلام يعني أسلم وجه لله يعني التسليم بأي شيء تسليم بأي وضع أنا اتضمرت ماليا مسلم ومش رافض لا أرفض أي حاجة ربنا جابها لي اللي هو إحنا بنسميه الرضا هو ده الإسلام هو ده الإيمان زي ما بنقول فالمؤمن اللي هو ربنا ذكره في القرآن ما بيخافش ولا يحزن طب ما في بعض الأنبياء خافوا حزنوا يعني فيه سيدنا محمد وكان في الغار قال له لا تحزن إن الله معنا لا تحزن حس بالحزن طبيعي أنت هتحس بالحزن ده طبيعي الحزن ده بيجي منه لأن الشيطان الشيطان بيجي يوسوس للإنسان أي إنسان على وجه الأرض الشيطان بيوسوسه لأن جعلنا لكل نبي شيطانا قرينا أي إنسان أو أي نبي لازم يكون فيه شيطان قرينا لأن أنت في دار اختبار والشيطان ما بيسبش الإنسان نهائي بيوصلت لك بخوف بيوصلت لك برفض حاجة فأول ما تحس بالمشاعر اللي هي المشاعر السلبية بتاعت الحزن أو بتاعت الخوف اعرف أن أنت ماشي غلط اعرف أن فيه حاجة مش طبيعية فلازم نوقفها طب إيه هو الخوف يعني إيه خوف الخوف هو رفض المستقبل إن أنا رفض حاجة لسه هتحصل في المستقبل لسه ما حصلت أنا خايفة منها فيه مشاعر خوف عندي إن رفضة أقدم على الحاجة دي خايفة أعمل مشروع الفولين أحصى هيحصل خايفة أروح للدكتورة ممكن تعملي خايفة أسقط في الامتحان ده الخوف إن أنا برفض المستقبل هتطلع مشاعر سلبية طب إيه هو الحزن الحزن رفض الماضي حصل لي موقف من المواقف اللي هي الصعبة أنا رفضاها يحصل لي مشاعر سلبية يحصل لي حالة من أن أنا رفض الموقف ده طب انت رفض الماضي وعايز ترفض المستقبل يديك على طول حزن وخوف رفض الماضي حزن بس رفض المستقبل يبقى خوف بس طب افرد انت رفض الحاضر هتوصل لمرحلة الاكتئاب يعني لو رفضت الحاضر والمستقبل والماضي وأنت في الاكتئاب يؤدي للانتحار طبعا الخوف ليه قصة كبيرة من أيام بداية الخلق أيام سيدنا آدم إما كان فيه واحد عنده غل وحجد رفض أنه يسجد لآدم إما ربنا خلقه فالغل والحجد ده عشان هو رافض الملايك كلهم سجدوا إلا الرجل إلا الشخص ده هو الشيطان طبعا أنتم عارفينه نزل الأرض وكان هو حتى قال ربنا إن أنا مش هخليهم يمشوا على الصراط اللي أنت عايزه مش هخليهم يمشوا على الصراط الموسيقين فأولياء الشيطان بيخافوا معروفة أولياء الشيطان اللي هما بيسمعوا اللي هما ماشيين أو يتبعوا أو بيعبدوا الشيطان يعني إيه يعبد الشيطان؟ يعني يتبع خطوات الشيطان دول بيخافوا وبيجي لهم ساعات حز فربنا ما يديك مشاعر الخوف والحز تعرف أنه أنت ماشي غلط تحيد المشاعر على طولة تتقبل أي وضع طولة أنا متقبل يا رب أنا متقبل عشان ربنا بيديك انذار خلي بالك خلي بالك طيب عايزة أقول لكم حاجة مهمة جدا إحنا أصلا في الدنيا بنعمل إيه؟ دي حاجة مهمة جدا تعرفوها إحنا في اختبار على الأرض ده لازم نكونوا عندكم الوعي الموضوع ده إن إحنا في اختبار وفي يوم الأيام كلنا هنسيب هذه الأرض ونروح نسلم ورقتنا زيان بيقوله إنت دلوقتي معاك قدامك ورقة في امتحان بتنتحن هتسلم ورقتك في يوم الأيام طيب مين اللي هيسلم الورقة؟ النفس بتطلع بره الجسد أو اللي احنا بتسميها الروح بتطلع بره الجسد هي دي اللي بتتحاسب عند ربنا الأنفس كلها عند ربنا واحد طب الناس اللي بتخاف من موت الأرايب أو بتخاف من موت أبوها أو بتخاف من مثلا من موت عمومة فيها بتخاف يعني عندي واحدة صحبتي كلمتني من يومين تقولي أنا خايفة من القبر وإزاي هدخل القبر وتعني انت مش هتخدش القبر قلت لي إيه؟ انت بتقولي إيه؟ قلت لها مش انت اللي بتخدش القبر انت لابسة بدلة دي بدلة النفس هي بتتحاسب البدلة دي هتتقلع وخلطنا لهاش كيمة اللي هو جسم الإنسان أيوة قالوه معينا الأستاذ لطفي قالوه هتتكلم والله يا حضرتك إحنا أبطال أكتوبر آه تمام إحنا كنا بنقول تمام يا أستاذ لطفي تمام إحنا دلوقتي في مبادرة طبعا هقطع على الكلام كنت بكلم عن خوف الحظ بس في مبادرة اسمها مبادرة تحقيق العدل فأنا أتمنى من الرئيس السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة إنه يشوف مشاكل الناس دي أو يشوف إيه هي المشكلة اللي عندهم ونحاول نحل هي مشكلة خاصة بالقوانين وإحنا دولة قانون أنا قلت الحلقة اللي فات إنه إحنا دولة قانون وبنحترم القانون ولازم نطبق القانون على الكل فممكن نغير في بعض القوانين ممكن نعمل بعض القوانين عشان أصحاب المعاشات قبل 2012 مظلومين غير بعد 2012 طب اتفضل اتفضل إعرض يا أستاذ لطفي ألو أنا أولا باشكورت حصلتني باشكور الإعلام المصري على الهتاحة قضية من أهم القضايا في مصر قضية أبطال أكتوبر وما نتكلم على أكتوبر ونصر أكتوبر نوعب كثير والعالم كله نوعب كثير قدام عظم تأولئة أبطال اللي حققوا من نصر المجين وحرب طاعد الوطن وأنا باشكر السيد الرئيس السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي باني مصر الحديثة ربطان يباني فيه ويعزه ويجويه احنا معاه بندعمه في بناء مصر الحديثة وبندعمه في احقاق الحق وتحقيق العدل والمساواة أبطال أكتوبر بيتعرضوا لظلم القوانين القوانين اللي حط في قانون فراعات حق القدامة حضرتك لم يرعي حق القدامة فأصبح معاش القدامة أبطال أكتوبر خاصة ثم أثر نسبة ظلمين معاشهم أصبح ربطة عاش قرينه أو دميله أو درجع فأحنا بطالب من السيد القائد القائد اللي أعلى لقوات المتحدة حضرته يتدخل لإنقاذها ولتعديل القانون وإحنا عارفين يا أستاذ لطفي إحنا عارفين أن الجيش على طول بيضحي بكل حاجة طول عمره يعني أنا أعرف أن هما بيضحوا حتى الرئيس السيسي ضحى بنصف مرتبه عشان يبني الوطن وبرضو ناس في الجيش كانوا بيضحوا زمان بنصف مرتب عشان الوطن وإنتوا ضحيتوا كتير ضحيتوا في أكتوبر وضحيتوا بمرتبكوا فطبعا إحنا عايزين نغير أو نعدل في بعض الكونين الخاصة بتسوية المعاش كمل يا أستاذ لطفي تفضل حضرت القانون المعاش العسكري حضرتك يعني إحنا حسب إعلامة سيد الرئيس وتفريق السيد الرئيس إن الجيش المصري قاعد عشرين سنة يعني يا بمصف والمصف الثالي كان بيبضي الكوات المتحد سيد القائد اللي أعلم فإحنا مظلومين إحنا ما عاشد في كوات المسلحة القدامة مظلومين إحنا هنحقق بن ناشد رئيس السيسي بمبادرة اللي إحنا قلنا عليها مبادرة تحقيق العدالة فقط إحنا نفسنا العدالة تتحقق لكله على فكرة زباط الشرطة وزباط الجيش دول خط أحمر أنا باعتبرهم خطر لو لظابط الشرطة أو زابط الجيش ما كنتش عقود كده دلوقت يوقدر أتكلم هم اللحمين البلد هم الأمان للبلد فدول طبعا فقرصنا من غير ما نتكلم بعد ربنا سبحانه وتعالى طبعا خط أحمر ولازم يقال لهم كادر خاص لازم يقال لهم كادر خاص في المرتب لازم يقال لهم كادر خاص في المعاش دول هم الأساس اللي بنيني الدولة من غير زباط الجيش أو الشرطة ما فيش دولة أساسا ما فيش دولة فأنا بتكلم أو رئيسي تكلم في زباط في جيش قوي أقدر أتكلم في جيش قوي رئيس السيسي بيتكلم هنا وفي أي دولة وراه جيش قوي فالجيش والشرطة خط أحمر أكيد الرئيس السيسي معاكم رئيس السيسي معاكم وهينفذ مطالبكم إحنا هنحاول نعدل في القوانين إن شاء الله صوتكم يوصل وأكيد هو معاكم وبيقدر أي زابط جيش من أقل زابط لأكبر زابط شكرا أستاذ لطفي متشكرة جدا ألو معانا أم مكة ألو سمعيني كده؟ أه سمعيك تفضلي أنا أولا باستفاد حتفريديون دلوقتي باستقررت عنوان الحلقة على جل حوف والحزي طمعا أنا عندي وسواس من كل حاجة وسواس من كل حاجة دايما خايفة وسواس الخناس صح كده؟ ممكن دايما خايفة دايما خايفة طيب تمام دا تعلق أنت متعلقة بابنك متعلقة بجوزك متعلقة بكل المخلوقات اللي حواليك وناسية التعلق بربنا سبحانه وتعالى أنت تتعلق بربنا فقط لا لا انسي بقى الصلاة الصوب ما في الناس كلها بتصلي ما بتطبقش الصلاة وبتصلي وانت سرحانة ماينفعش الصلاة انت بتصلي وانت سرحانة تعلق بربنا سبحانه وتعالى الارتباط بربنا مش شرط أن الصلاة والصوب كل دي تكوس عشان العبادة الأسية اللي هو الاتصال الروحي بربنا سبحانه وتعالى منك كزا معايا فأنتي لو أنت مؤمنة قوي بربنا زي أنا كنت بقولك على الخوف والحظ ما ربنا في الكرآن بيقولك إيه ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يعني اللي مرتبط بربنا مش هيخاف ويحزن ما تقوليش بقى أنا بصلي وخايفة أنا بصلي وحزينة يبقى أنت ما بتصليش يبقى مش هي دي الصلاة الصلاة ارتباط قوي وخشوع لربنا سبحانه وتعالى لكل الأديان أنا بتكلمش على الإسلام فقط لكل الأديان لأن الدين هو الإسلام تسليم أسلم ربنا يعني حتى ابني لو مات خلاص اختباره خلص شوف قد إيه طب هنطلع فاصل نرجع تاني أيوة معانا ياسمين ألو بعد العوضة الفاصل تفضل عليكم السلام عليكم عليكم السلام يا ياسمين زيك يا دكتور عملي الحمد لله تمام حين الحضرية كلها جدني جدا ما أنا قلتلك يا ياسمين أنت في حالة اسمها تعلق تعلق بولادك تعلق يعني أنت ابنك لو جرروا حاجة ممكن تتجنني عارفة الحتة دي جوزك لو جرروا حاجة أنت خايفة عليهم قوي ونسي الخالق اللي هو خلقهم أنت مركزة معي هو ارتباطك مع حضرتك حضرتك مش قام بكلمتها دلوقتي طب ماشي تمام مع مين طب تفضلي يا رودي مشكلتك تفضلي أنا كنت بقول لحضرتك أنا مبقيتش خايفة بس أنا بقيت ملعوبة طب أنت أكتر من اللي أنا كلمتها دلوقتي مشكلتي مشكلتي كل ما تمنى حاجة من ربنا سبحانه وتعالى بيقيل أحسن منها تمام ونما بيقيل لحسن منها بفرح باقي جدا وبشكر لأني في عاية بتقول بسم الله الرحمن الرحيم وإن شكرتوا لأزيدناكم بزيدنا في الشكر بقى برافو عليك تمام؟ ففاكة كده لما بفرح بالحاجة دي وبحمد ربنا وبشكره وهي تروح مني فاكة كده ما عرفش ازاي اختبار بقى من ربنا ما تروح يعني قلت كم مثل كده حصل لي في حياتي اللي هو ايه اللي هو اتمنى من ربنا دخل سانوية عاما أبسط حاجة وأبقى حاجة في المستقبل كده وبالتالي ربنا الداني ده ودخل سانوية عاما شايا حلمي فاكة حضرتك حصلت لي حاجات ست مدرسة خالص ست مدرسة خالص ماشا مفيش مشاكل بعد كده عدت في البيت زي اي بنت كده خالص بقيت يعني ايه بقيت عروسة بصي 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 انت اسمك ايه ياسمين ولا اسمك ايه شايماء اه ياسمين طيب بصي ياسمين ركزي معايا احنا مخلوقين في الحياة زي الجيمز بالظبط احنا في لعبة ياسمين وفي اللعبة دي بيقى فيه مطباط بتحصل لنا وفي الآخر بدينا مستمرين في اللعبة لحد ما ربنا يقول لنا جيم اوفر قلتلك قبل كده جيم اوفر يعني الوفاة هنموت في يوم الايام انت في لعبة حبيبتي انا حصلي مطباط كتير في حياتي وخسرت حاجات كتير بس تقبلت الوضع تقبلت الخسارة وتقبلت كل حاجة لان انا عارفة ان انا في جيمز وعارفة ان انا في لعبة وبستمر يعني انا مهما خسرت ومهما عمان بستمر وقاوم ودني شغالة في اللعبة عارفة ما تكوني في الجيمز ودني تاخدي حاجات وتاخدي نقاط وتاخدي نقاط اهو انت كده كل ما تقعي في مطب تقومي من المطب وتستمري وتاخدي نقاط اهم حاجة يا اهم حاجة في المرحلة اللي احنا فيها دي كلها هو الجيم اوفر اللي هو اما ربنا ياخدنا بقى ان شاء الله او ما نموت بازد على فكرة الموت مش شر انا مش بعتبر الموت شر لان كده ده حاجة طبيعية تحصل لنا كلنا هيقولك عملت ايه يا امورة في اللعبة عملت ايه في اختبارك هو ده اللي هيسألهولك هو ده اهم اختبار فهمتي؟ فما تتعلقش باي حاجة اي حاجة تجيلك بتكوني سعيدة بها مش تفرحي حتى بالحاجة المتجيلك يعني حاجة حلوة قوي تجيلك مش تفرحي بها قوي وما حاجة وحشة او ما حاجة تروح منك مش تحزاني قوي تقبلي خلي مشاعرك محايدة تقبلي كل شيء وسلمي امرك الله يعني عارفة انا في تابرين بعمله كده بتلمي كل اللغبطة كل المشاكل اللي عندك عبدك مشاكل مع جوزك مع اخواتك مع ايا كان الوضع مشاكل مثلا في الدراسة زي ما بتقولي ايا كان بتلمي كل المشاكل وتغمضي عينك وتقولي افوض امري لله تامرين ده تتخيلي المشاكل قدامك تخيلي كل الكراكيب دي قدامك كده وانت مغمضة عينك وبترفعي راسك للسماء افوض امري لله ان الله بصير بالعباد ده اللي تقوليه على طول بتكرار افوض امري لله ان الله بصير بالعباد عن يقين وتعرف ان ربنا هيجبلك اللي انت عايزاه تاني بس لو اللي انت عايزاه ليه اللي انت عايزاه بيروح منك يا ياسمين ليه اللي انك بتتعلق بيه خلي بالك لو تعلقتي بحاجة هتروح منك لو ارتبطت بالحاجة اللي ربنا جابهالك وانسيتي ربنا هتروح منك مركزة معي الو هنكمل الموضوع بتاعنا انا بالضبط فيه قصة كده عايز احكيها بالنسبة بقى للخوف من موت المقربين الخوف ما كنا بنتكلم على البدلة احنا نابسين بدلة ازاي تخيل كده ان فيه اه شخص قعد تحت المية نزل تحت المية والشخص ده هيقعد تحت المية حوالي تلات سنين الشخص ده او الناس اللي نزلوا تحت المية دول لبسوا بدلة الغطس والعوم بدلة الغطس نزلوا تحت المية قعدوا حوالي تلات سنين وتجوزوا وخلفوا نتخيل طبعا فيش جوز تحت المية بس نتخيل انهم تخلفوا بنا قدمين او خلفوا ناس وهم لابسين بدلة الغطس اه اه الشخص اللي تحت المية ده تلع بعد تلات سنين من المية اختباره خلص تلع من فوق بقى على وش الارض وقلع بدلة الغطس البدلة الغطس قلعها رماها على الارض بالضبط كده ده الوفاية هتحصل كده البدلة اللي احنا لابسينا اللي هو الجسم بتاعنا ده بيتحلل وبيموت وبيفنق ملوش اي قيمة اللي تتحاسب هي النفس او زي ما تقولوا الروح النفس دي بكون مشحونة روح كل ما تشحني نفسك روح من الله سبحانه وتعالى الروحانيات اللي احنا بنعملها والعبادات اللي احنا بنعملها دي الروح اللي هي بتزكي نفسك بقى بتبقى فعلا بصرك منور لكل حاجة وتتقبل اي وضع ولا تحزن فعلا سيدة مريم ما حصل لها مشكلة رهيبة في القرآن وربنا قالها لا تحزن بدأت تحزن شوف سيدة مريم دي حاجة كبيرة جدا بالنسبة ربنا بس برضو جالها الحزن من الشيطان وشيطان بيوسوس بيتازل فرص زي ما بيقولوا ليه جالها الحزن ما جيبها اهلها بقى هتحمل واهلها بقى هدلوها وازاي وازاي تحمل ومش عارفة ايه حملتي من مين وكلام كبير جدا ربنا قالها سموتي ولا تحزنك عندها ايمان بربنا جدا 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 فعايشها ربنا فقط فصمتت ومش حزنت فربنا دافع عنها هو ده الاختبار كل ما هتبقى قريب من ربنا او متعلق بربنا هتلاقي مشاعر خوف راحت ومشاعر حزن الحلقة لقبل الحلقة دي كانوا بيتكلموا على الست اللي قاتلت ابنها الست دي قاتلت ابنها ليه ولا بنتها ليه بصت لهذه المرحلة ازاي لان دي رفضة كل شيء رفضة جزها ورفضة ولادها ورفضة حياتها وهي قاتلت ولادها وهتروح تنتحر ماها طبيعي ده طبيعي لان دي واحدة اشطان تغلب عليها وسيطر عليها لانها مش غلط اساسا فدي كده كده في جهنم هي جهنم الارض اساسا هي في جهنم الارض وبالتالي جهنم الاخرى فالانسان لابد انه يتعلق تعلق قوي جدا بربنا عنده رقم واحد ايا كان انا حتى بعود بنتي على كده بقول لها انا بعود بنتي على ان انا ان في اي وقت في اي لحظة ممكن اموت فلازم تتأقلم ان احنا هنموت وتتعود على كده لان الموت ده حاجة طبيعية فبالدرابي العقل اللواعي ان انا في يوم الايام هموت والدرابي اللي حواليك ان انت في يوم الايام هتموت ومسلا مش بعد الشر هو مش شر هو حاجة طبيعية فلازم تكون الانسان متعود عكي عشان ما يحصل الوفاة تكون هي متقبلة الوضع احنا معنا تليفون طيب تمام فطبيعي ان الموت ده حاجة طبيعية جدا فاحنا بنتكلم على الخوف والحزن فمعنى ان ربنا في القرآن يكرر الخوف والحزن اللي هو سبب كل الامراض النفسية اللي تخيلها على هذه الارض اي مرض نفسي لازم يكون فيه خوف او حزن لا اما حصل حزن اما حصل خوف لازم اول اتنين قدى الاكتئاب وقدى الانتحار بعد كده اي مرض نفسي بتعرف ان انت رافض حاجة ده الالرم بيحصل لك خوف يبقى فيه حاجة غلط انا عاملاها انا رفض حاجة يبقى استنى استخفر ربنا وتعلق بربنا فيه حزن يبقى انا رفض حاجة اكيد انا رفضة ماضي او رفضة موقف او مش عايزة تحرج قدام الناس مش عايزة حد يحرجني ازاي ده يحرجني ببقى حزينة من جوايا لازم اللي هو اللي احنا بنسميه الايجو بيبقى الايجو عندي عالي والتكبر عندي ما ينفعش حد يحرجني مشكلة ان احنا تمنا بالمواد الو 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 مين حضرتك حضرتك ما اتصل مين معايا طيب تمام فانت طبعا تتعلق مداخلات التليفونية دي بتتخرجني تماما من الموضوع فانت طبعا تتعلق بس بربنا وتعرف ان كل شيء في الدنيا دي وفيه حاجة كان الدكتور إبراهيم الفئ بيقول عليها خليك زي الواحد الصحيح يعني الواحد اللي بتضرب في الرقم بيطلع زي ما هو طايمس ناين ولا واحد في تسعة بيطلع هي التسعة أنا حصلي موقف وحش هطلع من الموقف الوحش زي ما أنا مش هتغير مش عالي ما تتأثرش ولا بقى سلبية ما بهدلش الدنيا اللي هو عاطف معنا أهلاً وسهلاً يا فاند أهلاً وسهلاً أهلاً بحضرتك تفضل إحنا كنا بنتكلم عن مبادرة تحقيق العدل وإن شاء الله اتفضل حضرتك برضو تكلم أعرض مشكلتك أهلاً هي مشكلة 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 واحدة فردية دي مشكلة جماعية على مستوى ضباط الكوات المسلحة اللي ناس اللي خرجت أبل 2011 أصحاب المعاش أبل 2011 تمام تمام هو يحصل هو قانون القانون إحنا بشهادة سادة الرئيس بشهادة إحنا دفع سادة الرئيس إحنا بشهادة سادة الرئيس إن إحنا أقبالك بإحنا سادة المشير حسين تنطاوي إحنا كنا بنقبض نص مرتبنا ما أنتوا قبضتوا نص مرتبكوا الفترة اللي فاتت دي عايزين تسوية عايزين سادة الرئيس يعمل لنا تسوية في معاشات الكوات المسلحة من الزباط اللي خرجت قبل 2011 علشان تتسوي بزملاء هالأحدث منها تمام فيه ظلم بيّن علينا هو مش ظلم حضرتك ولا حاجة هو بس تغيير قوانين تعديل قوانين هيتم هو هيتم بس ممكن ياخد وقت نطلب نطلب يبسات الرئيس ينظر ويعدل لنا قانون لمعاشات الكوات المسلحة إحنا هو داخلين على مجلس النواب والمفروض من مجلس النواب ما ينعاكت بقى في يناير إن شاء الله ويبدأ بقى القوانين دي أنا معرفش قوانين الكوات المسلحة تابع مجلس النواب ولا تابع القوات الأعلى لقوات المسلحة رئيس السيسي أنا معرفش بزيار بس أكيد هينظر للقانون ده ويتغير أو يتعدل أكيد يعني أتمنى أن ست الرئيس ينظر لمعاشات الزباط لقوات المسلحة اللي هو شهد على ست المشير حسين تنطوي إن إحنا كنا ناخد نص مرتبنا تمام إن شاء الله خير بإذن الله على طول الجيش بيضحي أصلا بكل حاجة بيضحي بمرتبه بيضحي بكل حاجة عشان خطر الوطن طبعا إحنا دلوقتي معنا تقرير هنشوف رئيس الوزراء وهو نزل المجبرة الأسارية اللي اكتشفوها في سكارة هنطلع التقرير ونرجع تاني لفقرة المطبخ احسس رائع أن الوحيد لأول مرة حياته كلها موجود في مقبرة وليه لسه مكتشفة يعني فيها الوحيد كل عمره يعني منبهر بالخلارة المصرية القديمة ولكن نحن نبقى موضوعين مع بعض هنف في دير والمخبرة لسه نتشفة مدارح ده يعني تجربة رائعة وحقيقة يعني فيما حابب أوضي كل شكر الزميل في الزراء والمجلس العراء الأسار على الجهد الكبير اللي بيبدو دلوقتي في هذه المرحلة ولكل يوم بيبعندنا اكتشافات جديدة ومثيرة لتؤكد غنى وطراء للحضراء المسرى العظيمة تحت الأرض وده بير من ستة أبار وإن اكتشافنا ثلاث أبار وعلننا عنهم 29 تابوت تم اكتشاف ثلاثة أبار أخرى ولسه هنكمل وعشان كده مش هنعرف نعلم الفترة دي هنستنى شوية لما نكمل الشغل مجهود غير مسجد وكم اكتشافات الحمد لله توفيق من ربنا الحمد لله الحمد لله في المجلس على الأثار في الوزارة من الحكومة وزارة سيادتك أنا لم أسمع قبل ذلك عن رئيس وزراء ليتفقد كشف آثاري وده يبقى على حرص الحكومة على دعم الأثار ومشفة الحكومة ترجمة نانسي قنقر